السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب؟ ورجعناكم بيوم مقطع جديد المقطع هذا راح نتكلم فيه على تغييرات مرة مرة كبيرة بالإضافة إلى أشياء جديدة راح تجي في اللعبة فخلوني من غير ما يعني أطول عليكم الموضوع راح أقول لكم يا باختصار أول شي راح تجي فيه النرفات وفيه بفات للسوابر هذا واحد اثنين فيه عندكم فراقمنتس جديدة وفيه تغييرات للفراقمنتس القديمة اللي موجودة عندنا في الوقت الحالي للسوابر القديمة ولكن اليوم راح نتكلم عنها كلها بإذن الله بالتغييرات وبالإضافة زي ما قلت لكم أنا لسه باقي تقريبا فيه ثلاثة إلى أربع مقاطع جاية فيه أشياء كثيرة مرة بتكلم عنها تغييرات مرة كبيرة جاية اللايتفول يعني باختصار كذا حب أعطيكم إياها دستيني 2 قال بك أنها دستيني 3 على غفلة حلوين من غير ما نطول عليكم المقطع خلونا نبدأ على طول في الكلام ولكن قبل ما نبدأ شباب لا تنسونكم تشتركوا في القناة إذا ما أنتم مشتركين وزر لك يا حلوين ونقول بسم الله وخلونا نبدأ طيب شباب أول شي لازم تكونوا نعارفين يا حلوين إنه راح تصير فيه تغييرات مرة كبيرة للقرنيد والميلي والكلاس أبيلتي يعني باختصار زي ما أنتم عارفين عندنا الكلاس أبيلتي يعتمد بعض الحقات وقع على حسب الشخصية يعتمد على الموبيلتي عندكم القرنيد يعتمد على الديسبلن وعندكم الميلي يعتمد على السترينك هذا كله راح يصير فيه تغييرات مرة كبيرة راح أقول لكم إياها باختصار لأنه هما ما أعطونا معلومات مرة مرة وافية وكافية عن هذا المعلومة بس أعطونا معلومة بسيطة عنها المعلومة هذه صراحة أنا أشوفها أنها تكفي فباختصار اللي راح أقول لكم إياها زي ما أنتم شايفين الحين الموبيلتي أنا مثلا فلنفرض أنه عندي 42 ولا خلونا موعة الموبيلتي خلونا على الديسبلن لأنه أفضل شي نحن نشرح على الديسبلن الديسبلن الحين قدامكم أنا عندي الديسبلن 56 معناها القرنيد حقتي ترجع لي في دقيقة و 27 ثانية لو قلنا أن أنا في تير 100 أو معلش الـ Discipline عندي 100 فأنا تير 10 مثلا فخي نقول مثلا القرنات رح ترجع لي في دقيقة وحدة بدال دقيقة ونص حلوين لكن عندنا مثلا فنفرض أننا لو عندي الـ Discipline 80 معناها مثلا خي نقول القرنات رح ترجع لي في دقيقة وعشرة وثواني مثلا حلوين طيب لحين هذا الشي لما نسير أنا معناها كذا أنا أحتاج أن القرنات ترجع لي أسرع فراح أركز أني أنا بغي أوصل الـ Discipline عندي 100 ولكن في بداية Lightfolio شباب يحطوا المعلومات ببالكم الـ Classability اللي هو يعتمد على الموبيلتي أو على حسب بعض رحان الشخصية يعتمد بعض رحان على الـ Recovery أو أي الـ Resilience على حسب عندكم اللي هي الـ Discipline وعندكم اللي هي Strength اللي هي باختصار الـ Classability الميلي القرنات هذول الثلاثة رح يصير فيهم تغيير مرة كبير اللي هو باختصار تير 10 في الوقت الحالي راح يساوي تير عشرة في Lightfall راح يساوي في الوقت الحالي تير 8 يعني ترى نيرف مرة قوي كأنكم قاعدين تتكلمون 20 من الـ Discipline اختفت فجأة و20 من Strength اختفت ولكن هذا راح يكون اللي هو المية في Lightfall فعطوا المعلومات ببالكم أدرني أضوت شويتين في هذه المعلومات ولكن كنت لازم أشرحها بالتفصيل لأنه في ناس كثيرة ممكن تستغرب طب ما فهمناها تغييرت التيرات كيف صارت فباختصار تير عشرة في الوقت الحالي أو معلش تير ثمانية في الوقت الحالي هو راح يكون تير عشرة في Lightfall حطوا المعلومة هذه في بالكم طيب نروح للشغلة اللي بعدها على طول من غير ما أقصقص ومن غير ما أتعبكم معاي راح نيجي للدوجز حق الهناتر الدوجز حق الهناتر زي ما انتم عارفين فيه عندكم اثنين واحدة اللي هي الجامبلرز واحدة اللي هي الماركسمن راح أتكلم وشي على الماركسمن الماركسمن زي ما انتم شايفينها قدامكم تاخذ 34 ثانية عشان ترجع لكم ولكن مع Lightfall راح تصير تاخذ 29 ثانية من نسبة للقامبلرز دوجز كان زي ما انتم شايفينها قدامكم تاخذ 46 ثانية ولكن مع بداية Lightfall راح تصير 38 ثانية هذا كان نيرف جالت للهناتر واللعبة قالت النيرف ما كان يستاهل فرجعوها للأصل القديم حقها هذه الأرقام اللي انتم قبل شوي قلتها هذه الأرقام أصلا هي اللي كانت موجودة قبل فالحين راح يرجعونها للأصل القديم حقها طيب هذا من نسبة للهناتر وتغيير الدوجز حقه الهناتر الحين خلونا نروح للي بعده وتغييرات شويتين كبيرة صراحة من ناحية السوابر وتغييرات في الأوقات حقه السوابر خلونا نروح للي بعده طيب شباب رجعنا لكم الحين أبتكلم بس في شغلة بسيطة يا شباب أبغى أشرح لكم شغلة السوابر أنها تنقسم لقسمين في عندكم السوابر أبو استخدام واحد وفي عندكم سوابر اللي استخدام ما هو استخدام واحد الاستخدام اللي هو متحرك فباختصار الحين رح أوريكم أنا في الهنثر سوبر الأرك زي أنتم شايفين السوبر هذا اللي أنا الحين شغلته سوبر يعتبر متحرك لأني أقدر أشغل السوبر وأمشي فيه وأقدر أضارب وأسوي وأعمل وأقدر أروح وين ما أبغى وأقدر أتحرك براحتي فباختصار هذا السوبر النوع الأول اللي هو النوع المتحرك وبعد السوبر المتحرك هذا يا شباب عندكم نوع السوبر الثاني زي مثلا السوبر الأرك الثاني اللي هو الـ Gathering Storm هذا يعتبر برضو نوع ثاني من السوابر اللي هو استخدام واحد زي أنتم شايفين ما أقدر أستخدم الا استخدام واحد رح أرمي رمية وحدة وبكذا أنا خلاص خلصت السوبر ما عندي فباختصار أنا مجرد أني رميت هذه أقدر أستخدم واحدة ثانية اللي أنا هجتني واحدة ثانية ولكن هي تعتبر استخدام واحد فأي سوبر يعتبر من سوابر الاستخدام الواحد يعني بعضيكم إياها في الهنتر مفروض أنه معلومة تكون باينا ولكن رح أتكلم عنها من نسبة للأرك سوبر الـ Gathering Storm يعتبر استخدام واحد من نسبة للسوابر اللي هي حق الـ Golden Gun أو معلش التذأ البلايد براج يعتبر استخدام واحد من نسبة للـ Solar من نسبة لسوابر التذر أو معلش الـ Void عندكم السوابر حق تتذر الاثنين كلهم أبو واحد أبو طلقة وأبو ثلاث طلقات تعتبر استخدام واحد ولكن الـ Spectre Blades تعتبر استخدام مو واحد استخدام متحرك حلوين الموضوع بس اللي أبغى وصل لي يا شباب إنه باختصار عندكم السوابر المتحركة اللي هي أنا يمديني أشغلها وأمشي فيها براحتي وأقدر أقتل فيها ووقتها ياخد معاي وقت أطول راح تتغير كمية الأوربات اللي تقدر تنزلها كانت السوابر هذي فقط تنزل خمسة أوربات الحين مع Light 4 راح تبدأ تنزل سبعة أوربات فهذا الشيء معناها أنا راح تنزل أوربات زيادة معناها أنت كدر تساعد أخويانك أكثر حلوين من نسبة للسوابر الاستخدام الواحد زي التذر زي الببل زي الول زي عندكم زي ما قلت لكم قبل شوي اللي هي البليد براج عندكم منسبة للارك الجاذرينج ستورم عندكم الثندر كراش من نسبة للتياتن النوفوبوم الثنتين كلهم يعتبرون استخدام واحد هذي كلها تعتبر استخدام واحد هذي السوابر راح تنقص عدد الأوربات اللي تقدر تسويها من سبعة أوربات لخمسة أوربات ولكن معلومة بس بسيطة يا شباب السوابر اللي راح أتكلم عنها الآن قدامكم هذي السوابر ما حتتغير الأوربات اللي تنزلها السوابر اللي راح أقول لكم إياها الآن هي عبارة عن سوبر السولر حق الورلك اللي هو الويلو فريديينس وعندكم سوبر التايتن اللي هو الببل وعندكم برضو يا شباب التذر ما راح يتغير من ناحية الأوربات اللي ينزلها يعني باختصار إذا الأوربات اللي مثلا اللي ينزلها التذر سبعة أوربات فمعناها سبعة أوربات ما تغيرت ولكن بقية السوابر ذات الاستخدام الواحد راح تتغير من نسبة للويلو فريديينس ما حيتغير ولكن أي سوبر ثاني مثلا زي النوفا بوم راح يتغير زي عندكم مثلا التايتن الببل ما حيتغير ولكن الثندر كراش راح يتغير فهذه كلها بس حطوها في بالكم تغييرات الأوربات ترى مرة مرة تفرق معانا من ناحية انو كيف احنا نقدر نخلي أخياننا يجيبون سوابرهم مرة بسرعة فحطوا المعلومة هذه في بالكم ونروح للنقطة اللي بعدها طيب شباب الموضوع الثاني اللي أبتكلم عنه هو موضوع السوابر اللي قاعدة تاخذ وقت مرة طويل عشان تشحن معانا باختصار هما ثلاثة سوابر بس اللي راح أتكلم عنها هما كانوا أطول ثلاثة سوابر تاخذ وقت عشان ترجع لنا راح أقول لكم إياها باختصار أول شيء بالنسبة للهناتر عندكم السوبر حق الفويد اللي هو الاسبكتر بلايدز ياخذ عشر دقائق وخمسة وعشرين ثانية عشان يرجع ولكن مع لايت فول السوابر هذي راح تنقص كلهم الثلاثة اللي راح تكلم عنهم راح تنقص من عشر دقائق لخمسة وعشرين ثانية إلى تسع دقائق وستعشر ثانية عندنا من نسبة للهنتر عندنا سوبر سبكتر البلايد حق الفويد من نسبة للور لك يا حلوين سوبر داي بريك اللي هو عبارة عن زي السيوف اللي تقعد ترميها برضو زي ما انتم شايفين قدامكم كان ياخذ عشر دقائق وخمسة وعشرين ثانية مع لايت فول راح يصير تسع دقائق وستعشر ثانية ونروح للسوبر اللي بعده ومن نسبة لسوبر التايتن يا حلوين اللي هو هامر وف سول نفس السيستم بذلك ما هو عشر دقائق وخمسة وعشرين ثانية راح يصير تسع دقائق وستعشر ثانية الحين خلونا نروح للتغييرات الكبيرة صراحة اللي حين راح نبدأ في الحماس في الكلام الكبير اللي فيه ناس راح تعصب وفيه ناس راح تنبسط شويتين خلونا على طول نبدأ فيها طيب شباب التغييرات اللي اللي بتكلم عنها راح تكلم تقريبا على ثلاثة أو أربع تغييرات ممكن إلى خمسة تغييرات كلها راح تكون عن سوبر واحد اللي هو سوبر الببل حق التياتن طيب راح نبدأ بأول تغيير من نسبة لسوبر الببل نوافه إذا ما عليك أمر تشغل لنا الببل زي ما أنتم معرفين يا شباب الحين الببل معروف أنه هلثها مرة مرة عالي ما نتكلم عن الشخص اللي جوه الببل لا نتكلم عن الببل نفسها من برة الببل نفسها من برة الهيل حقها تلات عشر ألف وخمسمية حلوين ولكن مع لايت فول الهيل حقها راح ينزل لثمانية آلاف فقط يعني باختصار شباب أنا مثلا لورمية النوفا بوم راح تكسر النوء راح تكسر الببل ولكن تخيلوا يا شباب أنه بعض الأحيان في آيرون بانر وإحنا قاعدين نلعب لمن أرمي النوفا بوم ما تذبح فعليا فعليا ما يعني بالقوة تشيل الببل بس ما تذبح الشخص اللي جوه الببل مع الأبديتي اللي راح يسير مع هيل الببل اللي راح ينقص معناها كذا يا شباب تخيلوا أنه أنا أقدر بالراحة أشيل النوء أشيل الببل والنوفا بوم حقتي لسه برضو ممكن تشيل اللي جوه الببل فالحين زمتم شايفين نواف جوه الببل أنا رميت الببل إذا الكور هذي ما راحت ولحقت وراه مستحيل يموت ولكن لو الكور هذي راحت زي ما انتم شايفين ممكن تشيله لكن طبعا إذا كان بعض المعرقين حقون الكروسبل راح تلاقيهم يدقون أم الريوس على وراه وبدون يخلطون أم الكور هذي ويشيلون هم حيموتون فهو باختصار اللي هي الحق الببل راح ينزل من 13500 لثمانية آلاف يا حلوين من نسبة للشغلة الثانية يا حلوين الحين انتم لما تطلقون على الببل من برة زي ما انتم شايفين الأرقام 28 تقريبا من نسبة لك عشان أنا قاعد لك بسلاح انرجي لو طالكت بسلاح فلنفرض أي أن كان كنتك قاعد يعطيني عشرة حلوين فالسلاح يفرقوش السلاح اللي انتم قاعدين تطلقون عليه فلنفرض مثلا راح أجيب بسم جي اسم جي فوق اسم جي تحت الآن المفروض الأرقام تعطيني نفسها صح زي ما انتم شايفين الكنتك قاعد يعطيني 11 ولكن الانرجي عنش نوف شغل الببل مرة ثانية من نسبة للانرجي قاعد يعطيني 28 طيب التغيير اللي راح يصير يا شباب باختصار أسلحة الكنتك وأسلحة الانرجي سواء كانت نفس السلاح بول سرايفل أين كان أين كان السلاح كلها راح يتمج نفس الدمج اللي هو راح يكون 1.5 بالضرب يعني فلنفرض أننا سلاح يتمج 28 اضرب الرقم هذا في 1.5 أو 1.5 فاضربوه في 1.5 راح يعطيكم الرقم الجديد اللي راح يدمج فيه نفس الشي على أسلحة الكنتك أسلحة الكنتك راح تدمج بنفس الدمج اللي راح تدمجه أسلحة الانرجي فحطوا المعلومة هذه في بالكم طيب شباب برضو شغلة واحدة بسيطة من نسبة للببلز زي منتم عارفين الببل أول ما تنفتح لو دخلتوا جوه الببل راح يعطيكم شغلتين واحدة اللي هي اسمها Armor of Light والشغلة الثانية اسمها Weapon of Light احنا ما حنتكلم على Weapon of Light Weapon of Light راح تزيد دمج أسلحتكم أنا راح أتكلم على Armor of Light Armor of Light يا حلوين كان يخلي الهيل حقكم يطلع بدل ما هو 200 هو الشخص العادي اللاعب العادي الهيل حقه 200 المفروض الببل كان يرفع الهيل حقك إلى 425 انتم مستحبين مش معنا يعني تقريبا فوق الدبل ولكن مع Lightfall Armor of Light راح تصير تخلي الهيل حقك فقط 300 300 حطوا في باركم 300 يعني أنا باختصار بدل ما كان مثلا ياخذ مني خلينا نقول مثلا مخزن ونص عشان أشيلك راح أشيل أشيلك بمخزن واحد أو يمكن حتى أقل من مخزن وحطوا المعلومة هذه في بالكم الناس اللي قاعدة تستخدم bubble طول الوقت في الكروسبل حطوا في بالكم الكلام هذا طبعا الكلام هذا اللي أنا قاعد أقول له ترى كله في الكروسبل ما هو PVE الPVE ما له شغل لأنه الPVE أصلا مرة يختلف عن الPVP طيب شباب من نسبة زي ما أنتم شايفين البابل برضو يدخلتوا فيها تقوم تعطيكم أوفرشيلد الأوفرشيلد حتى لو طلعتوا من البابل لازال الأوفرشيلد حقكم موجود مؤقتا الأوفرشيلد هذا تقريبا أتوقع يروح لو بدينا نتدمج ما أنا متأكد أو لا زي ما أنتم شايفين قبل شوية راحب بنفسه طيب الأوفرشيلد هذا اللي أنا راح أتكلم عنه الآن راح أتكلم عنه فقط في الPVE حطوا في بالكم ما هو في الكروسبل الكروسبل ما حيتغير ما حيصير فيه أي شي في الPVE في الPVE الأوفرشيلد اللي راح يجيكم راح يعطيكم خمسين بالمئة رزيستنس زيادة ضد الأعداء أنتم مستوعبين يعني إيش معناها يعني معناها كذا باختصار البابل أخذ بف في الPVE من نسبة بس للأوفرشيلد ولكن في الPVP كلها نرفات إلى الآن طيب شباب معلومة بس برضو بسيطة يا شباب زي متم شايفين الحين نواف جوه البابل أنا لو طلقت عليه شوفوا زي متم شايفين أنا مقنص على راسه بلوين وطلقت عليه كم الدمج باللهي 151 طب أنا لو جيت وعطيت برضه في البادي 151 فرق الدمج ما فرق صح ولكن بداية من Lightfall طلقة البادي زي متم شايفين أنا قاعد يجيني 11 ولو أطلق على راسه برضو راح يجيني 11 المفروض أنها تكون تركت المفروض أني أخذ دمج أكثر بداية من Lightfall طلقة البادي وطلقة الهيد راح تفرق يعني أنا لو طلقت على راسه راح أدمجه أكثر من أني أدمجه على جسمه فمعناها لما أنا أجي أدعم على واحد جوا بابل راح أركز أني أنا بطلق على راسه بذل ما أطلق على جسمه فحطوا المعلومات في بالكم البابل صاحب البابل يمديكم بالراحة ترى تكتلونا لو قد نصتوا على راسه فمو معناها أني أنا بس أدخل البابل أقوم أخلط أي شي عشوائي لأنه ما يفرق لا لا من Lightfall راح يبدأ يفرق طيب شباب رجعنا لكم لكن أنا الحين غيرت الشخصية دخلت بالتايتن دخلت بالثندر كراش تغييراتي الحين راح أتكلم عنها كلها عن سوبر الثندر كراش حلوين أول تغيير معنا الآن يا شباب بالنسبة لسوبر الثندر كراش اللي هو باختصار زي أنتم شفين أنا لو شغلت لمدة الثندر كراش لو نحسب بالضبط أنا كم أقدر أطير كم مدة الطيران حقتي كاملة أنا أقدر أطير لمدة خمسة ثواني كاملة ولكن مع اللايتفول مدة الطيران حقتي راح تقل من خمسة ثواني لأربعة ثواني فاصلة خمسة حطوا معلومة بس ببالكم شباب أنا معرف إذا التغيير هذا بالضبط وما ما حطوها وقالوا إنه بس كروسبل في الثندر كراش فما أدري إذا التغيير هذا يشمل موضوع الوقت حق الطيران هل يشمل البي في إي برضو ولا لا ما أعرف ولكن حطوا في بالكم إنه مدة الطيران راح تقل من خمسة ثواني لأربعة فاصلة خمسة بس معلومة بسيطة شباب قبل ما أكمل في باقي التواب كله ترى التواب مرة مرة طويل أعتذر من الآن لو المقطع مرة طويل عليكم ولكن لو تحبين إنكم تقسمون المقطع على يومين خذوا راحتكم أو على قسمين لأنه ترى المقطع راح يكون شويتين طويل فخذوا راحتكم فإنكم كيف تقسمون المقطع طيب شباب من نسبة للتغيير الثاني للتندر كراش هذه المحاولة الخمسمية ما عليكم من هذا الكلام كله ولكن على العموم فندق راش معروفة وإنتم طايرين في الهواء يمديكم شيرون شخص شخصين ثلاثة وإلى آخره وإنتم طايرين بس في الهواء هذا حتى قبل ما تضربون فراح نوريكم مثال قدام عينكم واحد اثنين ثلاثة توكلنا على الله زي ما ترى أنا طاير في الهواء نواف شالني ولسه قاعد يطير في الهواء زي ما شفتوا قدامكم قبل شوي طيب الحركة هذي يا شباب بس حب أني أنبه فيها شغلة واحدة الدمج اللي دمجني إيانا ووافقه شوي قدامكم راح يسير لنيرف عشرين بالمية حطوا المعلومة هذي في بالكم أن الدمج اللي يقدر يسببه وهو طاير في الهواء ويصقعني راح ينقص عشرين بالمية فممكن أنه ممكن لعله وعسى أنه لسه تقدر تشيلني بضربة واحدة ولكن هل ممكن أنه لو مثلا أنا عندي الريزيلينس مثلا مية هل ممكن يشيلني بضربة واحدة؟ الله أعلم لا يمكننا نعرف اللمع اللايت فولد فلنروح للمعلومة اللي بعدها طيب شباب معلومة برضو بسيطة من نسبة للثندر كراش تغييرات مرة كبيرة لثندر كراش معلومة بس بسيطة لو شغلتوا الثندر كراش كما ترون يطير الوقت طويل شويتين بعدين يبدأ ينزل على حبة حبة على تحت صح؟ بس معلومة بسيطة بدلما أنه كان ياخذ شويتين وقت أطول عشان يبدأ ينزل على تحت لا رح يبدأ ينزل على تحت أسرع من الوقت اللي كان يأخذ عشان ينزل على تحت فبس حطوا معلوماتي بباركم للناس اللي كانت مثلاً عشان تاخذها كانها اختصار يطيرون من مكان لمكان عشان يختصرون على نفسهم حطوا بباركم انه بعد كده التايتن رح يبدأ ينزل مرة بسرعة طيب شباب رح حوريكم الحين شغلة واحدة كده قدام عينكم التايتن اذا ضرب الثاندر كراش في اي مكان زي ما تشايفين حجم الانفجار اللي سببتها وبعد كده زي ما تشايفين هذه المنطقة اللي قاعد تسوي damage الآن هذه كلها رح يجيها نيرف على بعضها باختصار الضربة اول ما اضربها عند اي عدو زي ما تشايفين مثلاً كده هذه الضربة رح تصير لها نيرف 20% فقط في الPVE اه معلش في الPVP فقط ضد الاعداء اللي هما الGuardians ضد الPVE Grand Masters Nightfall اي ان كان هذا كلها ما حيستير فيها ولا شي بس في الPVP حطوا المعلومة هذه في بالكم وبرضو بالاضافة يا شباب تغيير حجم الانفجار اللي هو مثلاً زي ما وردتكم قبل شوي الحجم حق الانفجار زي ما تشايفين قديش هذا ما يشمل الPVE وما حينقص ولكن حجم الانفجار في الPVP راح ينقص شويتين راح زي ما قلت لكم ينقص 20% بالاضافة انه الضرر اللي يسببه راح ينقص 20% فحطوا المعلومات في بالكم الثاندر كراشت ممكن انه لازم تبدؤون تحاولونكم تجيبونها ضربة مباشرة في الكروسبل من اليوم ورايح طيب شباب من نسبة للتياتن برضو لسه وحنا قاعدين على الارك موضوع السوبر الثاني اللي هو فيستوف هابك فيستوف هابك زي ما انتم عارفين اللي هو عبارة عن سوبر المطول حق التياتن زي ما انتم شايفين اللي نقدر نجري فيه طول الوقت زي ما انتم شايفين قدامكم السوبر هذا في الPVE كان تقريباً شبه ما حد كان يعتمد عليه ما حد كان يستخدمه كثير فزي ما شايفين حتى في الكروسبل ترى لازال سيء يعني صراحة شويتين ولكن على العموم من نسبة للPVE السوبر هذا رح يجي بف 20% فقط في الPVE ما يشمل الكروسبل عطوا المعلومات يباكم فقط PVE رح يجي 20% بف طيب شباب معلومة بس بسيطة الآن على موضوع فراغمنت يخص سوبر الارك رح يجي نيرف تقريباً الفراغمنت هذا أنا قاعد أستخدمه في كل بلداتي للأسف رح يجي نيرف ولكن النيرف ما حقول لكم ان النيرف مرة مرة قوي لأن نيرف شويتين بسيط ولكن رح يأثر شويتين علينا التغيير رح يكون كالآتي Spark of Resistance لازم تكونون عارفين شغلة واحدة Spark of Resistance أصلاً ما يشتغل إلا لو كانوا فيه أعداء حوالينك هذا أول شيء عشان يكون فيه أعداء حوالينك لازم يكونون أصلاً كان في الأساس إنه لازم يكون فيه أعدوين على الأقل يكونون جنبك عشان الParec هذا أو معلش الفراغمنت نفسها تشتغل معاك التغيير اللي صار باختصار أنه بدل ما يكون فيه اثنين بس جنبك رح يصير جنبك ثلاثة عشان يشتغل يعني عامة الفراغمنت نفسه هذا واحد اثنين لما تكون ما فيه ولا أحد جنبك الParec نفسه كان ينطفي بعد أربع ثواني رح يصير ينطفي بعد ثانيتين بس هذا التغيير الوحيد اللي رح يصير من نسبة للفراغمنت هذا تغيير لازم أقول لكم تغيير ما هو مرة كبير ولكن رح يأثر شويتين علينا في البلدات حقتنا ولكن خلونا نروح للي بعده على طول عشان ما أطول عليكم طيب شباب بالنسبة للتغيير اللي بعده بالنسبة للسوبر السولر حق الورلك اللي هو الدي بريك أول شي احنا قلنا معلومة بسيطة عن السوبر هذا أنه وقت السوبر نفسه رح يقل بدل عشر دقائق وخمسة وعشر ثانية لتسع دقائق أتوقع ستعشر ثاني الكلام اللي أنا قلته ولكن على العموم نجي للتغيير الثاني للسوبر نفسه التغيير الثاني يا حلوين الحين لما احنا نشغل السوبر ونبدأ نرمي الضربة حق السوبر زي ما تم شايفين تقريبا قاعد تاخذ عشرة بالمية من السوبر على كل رمية فلو إنك قاعد ترمي من أول ما شغلت السوبر اللي أنت نطفي بالكثير رح يمديك ترمي عشر رميات حلو؟ ولكن التغيير اللي رح يصير يا شباب إنه بدل ما ياخذ عشرة بالمية من السوبر نفسه رح يصير ياخذ ستة فاصلة خمسة فباختصار كده رح حاطيكم إياها بدل ما أنا مثلا خلي نقول إنه أقدر أرمي عشر ضربات بالسوبر نفسه رح يصير أقدر أرمي مثلا 12 ضربة معناها رح أقدر أرمي أكثر هذا الشي مرة مرة ممتاز بالإضافة إنه السوبر نفسه رح يجي بف خمسة وعشرين بالمية في البي في إي ضد الأعداء ما هو ضد الكروسوبل الكروسوبل ما حيتغير نروح للسوبر اللي بعده ولا التغييرات اللي بعدها طيب شباب من نسبة للتغيير اللي بعده برضو في نفس السوبر سوبر السولر للورلكس في أشياء كيدا برضو كثيرة رح تتغير في السوبر هذا أو من نسبة للسولر عامة من نسبة لي الفينيكس دايف الفينيكس دايف زي ما تشوفينا قدامكم باختصار وأنا طاير في الهواء لو علكت على زر الزر على حسب الزر اللي أنا حاطة عندي مثلا أنا زي عندي فعشان أنا ألحب على الأكس بوكس أقوم أعلق على زر البي عندي يقوم ينزلني بالقوة على الأرض ويقوم يعطيني كيور الكيور عبارة زي الهيلينج موقت طبعا طيب بس معنومة بسيطة الوقت حق الفينيكس دايف عشان كان يرجع لك كان ياخذ 82 ثانية مع التغيير اللي رح يسير له فلايت فول رح ياخذ 55 ثانية فقط هذا أول تغيير بالإضافة يا شباب لمن تكون مشغل هيت رايزز الفينيكس دايف كانت تعطيك ريستوريشن لمدة ثانية واحدة فقط ورح أبريكم الشيء هذا قدامكم زي ما انتم شايفين أنا الآن رح أمطص القرنيد حقتي فأنا عندي الآن هيت رايزز شغالة لو طرت على فوق وعلقت على زر البي ونزلت على تحت الرستوريشن بالضبط جاني لمدة ثانية واحدة فقط ولكن مع بداية لايت فول رح يبدأ يعطيني لما يكون هيت رايزز طبعا شغال وعلق على زر البي وأنزل بقوة باللي هو الفينيكس دايف رح يصير يعطيني ثلاث ثواني رستوريشن ثلاث ثواني ترى مرة رح تفرق معنا من ثانية واحدة هذا واحد اثنين بالإضافة أنه لمن سوبري السوبر حق الديبريك يكون شغال وأسوي الفينيكس دايف حلوين هذا الشي حطوه في بالكم أني أنا بس أقدر أسوي واحدة زي ما انتم شفتوا قدامكم قبل شوي مع التغيير اللي رح يصير رح أقدر تقريبا شبه أقدر أسوي سبام فأقدر أقعد أنا أنطنط وأسوي فينيكس دايف طول الوقت على الأرض وأقعد يجيني رستوريشن وأقعد أهلي طول الوقت واواواواي إلى آخر فأنا أقدر أستفيد من السوبر هذا أقول نفسي كني حطول باختصار هذا الشغلة الثانية من نسبة لتغيير الفينيكس دايف عامة هي تغيير كله كله على بعضه كله بس للفينيكس دايف نروح للتغيير اللي بعده برضو معلومة يا شباب إذا كان سوبركم شغال وفي عدو جنبكم كده مشاء الله كتكونوا تجاو أقف جنبكم ونطيتوا فوق وسويتوا الفينيكس دايف تقوم تدمج العدو اللي جنبكم زي ما انتم شايفين دمجته تقريبا ثمانين معلومة بس بسيطة الفينيكس دايف هذي اللي انتم قبل شوش شفتوها تدمج ثمانين صح ظاهر انه بإذن الله مع لايت فول هذا رح يكون متة في البي في بي الناس تشغل سوابر همو عشان ترمي السوبر زي ما انتم شايفين قدامكم لا عشان تروح عند الناس وتقعد تسوي الفينيكس دايف ليه؟ البدل ما تدمج يكون ثمانين الدمج رح يقلب ميتين وعشرين ميتين وعشرين معناها تقريبا شبه رح يسوي انفجار انفجار كامل يعني باختصار كده انا انزل عند اي احد يسوي فينيكس دايف ميت ما فيها واحد اثنين يعني كده باختصار رح يصير شي عجيب مع الفينيكس دايف هذي نروح للتغيير اللي بعد طيب شباب معلومة بسيطة زي ما انتم معارفين بعض الاحيان وانتم قاعدين تلعبون الحركة هذي دايما تسير فلنفرض زي ما انتم شايفين نواف معلش ممكن بس تحول تيمات عشان الموضوع هذا يبان اكثر زي ما انتم معارفين شباب الموضوع هذا يصير مرة كثير لما تكونوا قاعدين تلعبون مع اخيانكم او بعض الاحيان لما تكونوا مثلا قاعدين تلعبون انتم لحالكم الموضوع هذا مرة مستفز ويصير مرة كثير اول شي حاب نتكلم عنه زي ما انتم معارفين لما نطيح من اماكن مرة مرة بعيدة ونطيح على الارض نقوم نتدمج صح؟ بعض الاحيان إذا سقعنا في حواف صغيرة مثلاً زي هذه نقوم نموت التغيير اللي رح يصير باختصار أنه معد رح نموت من هذه الأشياء الغبية وفلنفرض نواف إذا ممكن توقفينه قدامي بعض الحين السيف هذا بالذات من كثر ما هو مرة مستفز الناس كلها قاعد تلعب فيه في activities معينة عشان تيجي جنبك قدامك زي ما تمشايفين وأصفقك في الجدار وخليك تموت حلو؟ التغيير اللي رح يصير باختصار أنه أنا لما أضربك نفس الضربة هذه وتسقع في الجدار نفس الصقعة اللي أنا قبل شوية ضربت نواف فيها ما حيموت رح يبقى على هيل واحد يعني اللي هو باختصار كذا الهيل حقه واحد يعني لو يجي أي أحد من بعيد ينفخ بس عليه هوى ميت حلوين؟ ولكن ما حيموت فكرة أنه الآن معد رح أحد يقدر يقتلك مجرد أن أنا أطلع سيف وأشخط كذا على قدام وحاول أن أطيرك على قدام هذه باختصار كذا رح تفكر لنا أزمة مرة كبيرة أن الناس تقعد تتذبح أخويانه وتقعد مبسوطة على الشغلة هذي قد صارت فيني مرة كثير واستفزتني مرة وضربت مع أخوياني ولكن نروح التغيير اللي بعدها طيب شباب بعد ما خلصنا من كل اللي قبل شوية انتم شفتوا قدامكم اللي هو تغييرات للسوابر وتغييرات مرة مرة كبيرة صراحة من جهة الببل تغييرات شويتين بسيطة صراحة من جهة الثندر كراش ولكن تغيير مرة كبير من جهة سوبر السولر حق الورلكس صراحة تغيير كم مرة مرة بحاجة الشي هذا لأن السوبر ما حد كان صار يستخدمه صراحة من كثير موكان مرة تافه التغيير هذا رح يعطي كذا زي دفة معنويا أن الناس تبدأ تجرب تلعب سوابر مختلفة طيب الحين بعد ما خلصنا من هذا الكلام كله اللي احنا سمعناه قبل شوي الحين رح نبدأ نتكلم في الفراغمنتس الجديدة في مصطلحات ممكن أول مرة رح تسمعوني أقولها رح أشرحها في مقاطع ثانية لما نتكلم عنها أكثر ولكن الآن كل اللي عليني رح أشرح الفراغمنتس الجديدة وبعض التغييرات للفراغمنتس القديمة فخلونا نقول بسم الله نبدأ في شرح الفراغمنتس طيب شباب من نسبة الأول شي رح نتكلم عنها فراغمنت جديد لسوبر الارك من نسبة لسوبر الارك رح يجي فراغمنتين جداد إذا مني غلطان نقول بسم الله ومن نسبة الأول فراغمنت اللي هو اسمه من نسبة للفراغمنت هذا لما تكون مدمج وتاخد دمج من عدو قريب منك يعني أنت الحين فلنفرض أنه الشيل الحقك كله اختفى ما بقى هي الحقك اللي هو لونه أحمر وأخذت عدو من أي عدو من الأعداء اللي جنبك راح يخلي الورلك حقك أو الهايتن أو الهنتر وإنت حط الفراغمت هذه يقوم يخلي جسمك يطلع زي الانفجار منك أنت يعني من نفس الگاردين يطلع زي الانفجار حوالينك يسبب جولت لكل اللي حواليك أنت راح أحطه في بالكم أنه يسبب جولت لكل اللي حواليه بعدين أقوم ألف عليهم وأبدأ أخلطهم مثلا بأي سلاح ويبدون يتكهربون وينخلطون الخلط صراحة مو طبيعي ترى مرة مرة حلو يعني باختصار كذا أنا ممكن قاعد أفكر أنه ممكن أغير في بلداتي مرة أغير أشياء كثيرة بسببت الفراغمت الجديدة خلونا نروح للفراغمت اللي بعد بالنسبة للفراغمت الثاني لسوبر الارك راح يكون اسمه سبارك أوف هيست بالنسبة للفراغمت هذا لما تكون قاعد تجري حطوا معلومات ببالكم لما تكون قاعد تجري مو قاعد تمشي قاعد تجري حلوين راح يزيد عندك بطريقة مرة ملحوظة حطوا ببالكم بطريقة مرة ملحوظة يعني راح تلاحظون الفرق هذا الشي في الريزيليونس والريكافري والموبيلتي حق التشخصية راح تلاحظون الفرق في هذا الشي نروح للفراغمت اللي بعدها للسوابر الثانية طيب شباب نروح لسوبر السولر ونبدأ نتكلم على الفراغمت الجديدة وفي بعض الفراغمت راح يسر لها تغيير حطوا المعلومات ببالكم في فراغمت راح تتغير أو مو تغيير كامل لا لا راح يزيد عليها اشياء يعني مثلا الفراغمت نفسه يسوي كذا واحد اثنين ثلاثة راح يزيد عليه هذا الشي مو تغيير كامل لا 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 مرة مو تغيير كامل ولكن عندنا في البداية عندنا ثلاثة فراغمت جديدة أو معلش فراغمتين جداد أو معلش ثلاثة اتوقع دمان يا خلطان ثلاثة فراغمت جديدة لسوبر السولر خلونا نبدأ فيها من نسبة لأول شي شباب في مصطلح لازم تعرفونا عن السولر من بداية اليوم الين ما تسنزل لايتفول وهذا المصطلح لازم يمشي معاكم حتى بعد لايتفول لانه هذا الشي راح يكون شبه تقريبا شيء اساسي في سوبر السولر المصطلح راح يكون عبارة عن اسمه حطوا في بالكم المصطلح هذا اسمه لكل طبعا زي معروفين الارك عندهم حاجة اسمها وهذا الشي احنا عارفين من السيزن اللي فات او اللي قبله لما نزل الارك 3.0 من سبيل السولر راح يصير عنده حاجة اسمها من نسبة للفويد راح يكون عندهم شي اسمه من نسبة للستيسز زي ما أنتم عارفين اللي هي كристالات اللي تطلع اللي هي Stasis Shards من نسبة للسراند لسه ما نعرف فالمصطلحات هذه حقوها في بالكم من نسبة للسولر هي اسمها Fire Sprite ومن نسبة للفويد اسمها Void Breaches من نسبة للارك احنا وردي عارفين ان هي اسمها Ionic Traces ومن نسبة للستيس اللي هي Stasis Shards خلونا نبدأ في Fire Sprite ووش التغيير اللي رح يصير من نسبة للفاير سبرايت هي عبارة عن انه هي بديلة للأليمنتل ويلز لان انا رح اتكلم تقريبا في التواب الجاية واللي بعده عن تغييرات الأليمنتل ويلز حطوها في بالكم الأليمنتل ويلز رح تنشال من اللعبة فالفاير سبرايت رح يكون بديل للأليمنتل ويلز الأليمنتل ويلز لما تاخذونها من الأرض لكل سوبر رح يكون هذا الشي مرة في مرة فرق يعني من نسبة للسولر الفاير سبرايت لما تاخذ هنا من الأرض تشحن القرناد عندك يعني تعطيك جزء كده من القرناد شحنة في القرناد حقتك فحطوا المعلومات دي ببالكم كل سوبر طبعا يفرق من نسبة للارك لأيونيك تريسيز لما تاخذونها تشحن لكم الميلي من نسبة للفايد بريتجز لما تاخذونها تشحن لكم الكلاس أبيليتي يعني زي الورلوك عبارة عن الرفت من نسبة للهنتر الدوج من نسبة للتايتن الباركايد حطوا المعلومات دي ببالكم وراح اتكلم عنها أكثر لما نشرحها أكثر وأكثر في التوابات الجاية بإذن الله فزي ما قلت لكم الحين قبل شوي الفاير سبرايت لما تاخذونها راح تشحن لكم القرناد جزء من القرناد حقكم من نسبة للسوبر السولر نجي لأول فراقمنت معانا اللي هو باختصار اسمه أمبر أوف ميرسي لما تريز خويك حلو أنت وخو وخو وخويانك كلهم ما أمد ليش معرف تنطق الكلمة أنت وخويانك كلهم اللي حاولينك يعني في النفضة نحن الجوة ريت ورحت أنا إحنا كلنا واقفين جنب بعض ورحت ريست واحد من الشباب اللي واقفين جنبي باختصار كلنا 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 على بعضنا كذا راح يجينا رستوريشن بس عشان يريست واحد من اللي جنبنا حلو هذا أول شي بالإضافة إنه إذا أخذت فاير سبرايت من الأرض أنا راح يجيني رستوريشن فيعني كذا باختصار الأمبر أوف ميرسي باختصار كذا تنفعك أنت لحالك وتنفع أخويانك معاك إذا ريست خوي وأي أحد حواليني راح يجينا رستوريشن لو أنا أخذت اللي هي الفاير سبرايت أنا راح يجيني رستوريشن فصراحة مرة مرة فرايقمت عجيبة غريبة تقريبا أنا قاعد أفكر الاحين قاعد أشوفوا أي شيء الفرايقمت اللي ممكن أشيلها من بلدي عشان أحط هذه بدالها صراحة نروح للفرايقمت اللي بعدها من نسبة للفرايقمت الثاني في السولر اللي هي اسمها أمبر أوف ريزولف أمبر أوف ريزولف يا حلوين القتلات بالقرنيد مو الانفجارات حطوا المعلومات دي بالكم القتلة بالقرنيد تعطيني كيور الكيور عبارة عن هيلث ولكن لمدة قصيرة ما هو زي رستوريشن أو يعني يعطيني كذا جزء من الهيلث حقي فحطوا المعلومات دي بالبالكم القتلة بالقرنيد وليس الانفجار من القرنيد القتلة بالقرنيد راح تعطيني كيور نروح للفرايقمت اللي بعدها الحين راح أتكلم على بعض الفرايقمت اللي راح يصير فيها شويتين تغييرات من نسبة الأول فرايقمت معنا في سوفر السولر اللي هي أمبر أوف تامبرينج من نسبة الأمبر أوف تامبرينج باختصار يا شباب ما حيتغير ولا شيء من اللي احنا قدت شرحناه اللي هو في الأشياء حق الفرايقمت هذي ولكن راح يزيد عليه لأن أنا لما نقتل بسلاح السولر يعني فلنفرض أن أنا حاط سوبر السولر فرايقمت هذا اللي انتم شايفين قد أن اللي هو أمبر أوف تامبرينج وعندي سلاحي اللي هو كالس مني تول مثلا وقتلت بسلاحي لما اقتل بسلاحي وهو سلاحي سولر راح يقوم يطلع لي فاير سبرايت من القتلة يعني باختصار قاعدين نتكلم كأننا قاعدين نقول لما اقتل مثلا قتلة بنفس السوبر حقي يقوم يطلع لي المنت الويلز لو كان السلاح حقي نفس السلاح نفس السوبر حقي نفس الكلام اللهم أنه لازم سلاحي يكون على نفس سوبري ويكون حاط بس الفراقمنت هذه مو لازم احط مودات في الارمر باختصار كده راح ينزل اللي هي الفاير سبرايت نروح للفراقمنت اللي بعد طيب شباب بالنسبة للفراقمنت الثاني الأمبر أوف كومبسجن أمبر أوف كومبسجن معروف أنه لما نقتل بسوابر أو ما يعيش قتلات السوابر حقتنا ولما تسبب يا ربي طيب لما نقتل بسوابرنا تقوم تسبب انفجارات حلوين اللي هي الإغنايت اللي تسبب انفجار بالإضافة أنه لو قتلنا بسوابرنا راح تصير تطلع فاير سبرايت هذا هذا الإضافة الوحيدة اللي راح تصير لها أنه لما نقتل بسوابري برضو راح يطلع لي فاير سبرايت فهذا الشي راح يساعدني أن رجع القرنيت حقتي أسرع نروح للفراجمت اللي بعد طيب شباب بالنسبة الآخر فراجمت معانا في السولر اللي راح يصير فيه تغيير اللي هو أمبر أوف باختصار كده بس شغلة بسيطة أي عدو عليه يعني عليه اللي هو طبعا راح تقدرون تعرفون من هم الأعداء اللي عليهم لأنهم تلاقون من كده قاعدين ينورون كده زي عليهم زي شرارة حمرة أي عدو عليه قبل ما ينفجر طبعا وقنتم قتلتوا راح يقوم ينزل لكم اللي هي فاير سبرايت هذي التغييرات كلها اللي موجود في السولر خلين نروح للسوبر اللي بعد اللي هو سوبر الفويد الحين راح نبدأ نتكلم عن الفراقمنت الجديدة اللي هي للفويد ببداية أنا شرحت لكم اللي هي موضوع الفويد بريتش وأنها لما تنزل بسبة فراقمنت معينة اللي هي بسبة سوبر كعامة والفراقمنت اللي انت حاط راح اول شي شباب اللي هو اسمه ايكو اوف سيسيشن من نسبة ايكو اوف سيسيشن قتلات الفينيشر حطوا المعلومات في بالكم قتلات الفينيشر مو قتلات اي قتلات لا بس قتلات الفينيشر راح تسبب موجة من الفويد دميج يعني زي كذا زي موجة كبيرة راح تطلع منك لما تفنش راح تكون عبارة عن فويد دميج راح تخلي كل الاعداء القربين يصيرون فولاتايل واذا قتلت هذول الاعداء اللي صاروا فولاتايل راح ينزلون لك فويد بريتش حلو بالاضافة انه انا لو عندي مثلا الفويد بريتش شغال معاي وقمت اكتل بسلاحي وخليت القعد اللي ضدي صار عليه وقتلت بره راح نزل بريتش عطوا معلومات يبالكم مو شرط انه تسوون فنش عشان تقدرون تطلعون الويد بريتش من الفولاتايل لا في اكتر من طريق انه يمديكم تتبحون الادز وانتم فولاتايل فهذا برضو راح يخلي في بلدات مرة كثيرة ممكن نقدر نسويها نروح للفراغمنت اللي بعده من النسبة هذه راح يعطيك مؤقت مو طول الوقت معاك لا مؤقت ووقت توقع لأسف ما قالوا كم الوقت بالضبط راح نشوف مع لما تنزل الفراغمنت راح نشوف كم الوقت حقه ولكن في الوقت الحالي هما قالوا بس انه مؤقت خلينا نروح للتغييرات اللي راح تصير في الفراغمنت حق الفويد طيب شباب من نسبة الأول فراغمنت راح يصير فيه تغيير اللي هو اكو اوف دوميرينج ما والله ما عرف فهي انا نطقتها صح ولا لا والله ماني متأكد ولكن على العموم من نسبة للفراغمنت هذا التغيير اللي راح يصير فيه انك لما تقتل أي عدو يكون عليه سبريس يعني لو رميت مثلا عليه قرنيد شرط انو انا لازم استخدم القرنيد حقتي حق السبريس اي شي ممكن يسوي سبريس للعدو اللي قدامي واكتلة راح يطلع لي يعني مثلا عندكم انا اتكلمت على تغييرات في الاسلحة الاكزوتيك مثلا عندكم زي الهو روينيس افرجي روينيس افرجي انا اتكلمت عنه وقلت لكم لما الكورة تنزل في الارض لو شلتوها ورميتوها على الاعداء تقوم تخليهم سبريس طب لانا لو قتلتهم برضو راح ينزلوا لي فويد بريتش فحطوا المعلومات في بالكم ترى مو شرط انو بس من السوبر نفسه طول ما نحاط الفراغمنت اي شي راح يسوي سبريس معناها وقتلت الاد اللي عليه سبريس راح ينزللي فويد بريتش بحطوا في بالكم ترى في اسلحة مرة كثيرة ممكن تساعدك انك تقدر تسوي سبريس اسرع غير القرنيد حق السبريس نفسها راح للفراغمنت اللي بعد طيب شباب من نسبة للفراغمنت اللي بعد اللي هو عندنا اي 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 او اف هارفست من نسبة اي اي او الهذاك ترى البو ترى يسبب كذا شي يسبب وويكن وسبريس وكل شي ف في بلدات مرة عجيبة راح تصير ولكن على العموم راح يطلع لك اي عدو عليه ولكن لازم القتلة تكون يعني لازم تكون على الراس لو ما قتلتوا على الراس ما حيطيع لكم بريتش نروح للي بعده طيب شباب من نسبة الاخر شي معانا يشباب فهذا التواب او هذي التغييرات كلها اللي راح تصير اللي هو عندنا echo of starvation echo of starvation زي متما شايفين قدامكم انه لما ناخذ orb of power من الارض يقوم يعطيك devour راح يزيد علي شباب انه لما ناخذ void breach من الارض برضو يعطيني devour اطلع void breaches من نسبة مثلا للهنتر انا اقدر اخلي الهنتر يقدي يطلع void breaches بالهبل فمعناها تخيلوا ان انا طول الوقت قاد اخذ void breaches طول الوقت عندي devour والdevour اول ما يشتغل معي مستحيل يطفي معاي فمرة راح يكون شي رائع وطريقة انه كيف اقدر اغير في بلداتنا مرة راح تكون شي اخر مرحلة في السنة هذه خلاص ما بقى شي ولايت فول راح تنزل لازم تبدون تعرفون التغييرات هذه انا عارف وانا اسف واعتذر مرة ثانية وثالثة ورابعة ان المقطع هذا ممكن يكون شويتين طويل عليكم ولكن في معلومات مرة كثيرة لازم الكل يكون عارفة عشان تجهزون للايت فول وانا باذن الله اوعدكم وعد من الان باذن الله مع اللايت فول اي تغيير راح اصوي في بلداتي وصارت بلداتي افضل مما كانت عليه راح انزلكم التغييرات حقتي وراح اقول لكم انا ايش سويت فيها واشغير فيها باذن الله فهذا الموضوع لا تشيلون هم باذن الله اي تغيير راح اصوي اي بلد من البلدات اللي قد سويتها راح اقول لكم ايش التغيير اللي انا سويتها عشان اخليها تصير مرة جبارة في السنة الجاية باذن الله بالاضافة باذن الله على السوبر الجديد اللي هو سوبر ستراند راح نسوي لها باذن الله بلدات لترى الشخصيات كلها وراح نخلي البلدات باذن الله تكون مرة مرة جبارة باذن الله لما نبدأ نعرف الستراند اكثر ونجرب ونعرف اش نقدر نسوي فيه باذن الله طيب شباب هنا وصلنا نهاية المقطع اخر شي حبي اقول لكم شباب لا تنسو لكم اشتركوا في القناة اذا ما انتم مشتركين وزر اللايك يا حلوين ونشوفكم باذن الله في المقاطع الجاية سلام عليكم